طيب الله قاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشف الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعنوي من المواقع الأخبارية المحلية مليشيا الحوثي تستقبل العام الدراسي بفصل وإيقاف معلمين ومن موقع بي بي سي رئيس عربي في السجن يحتفظ بمفتاح غرفة تحوي ملايين الدولارات وفي الديل تيليغراف أمريكا تعين شابا بدون خبرة سياسية مبعوثا لها في الشرق الأوسط أهلا بكم في الوقت الذي كان يموت فيه أحد المعلمين في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء بفعل التعذيب كان معلم آخر يموت بفعل الرصاص على مقربة من مدينة البيضاء وعنونا موقع عدن الغد مليشيا الحوثي تعدم معلما يمنيا أمام بناته وقال الموقع أن مليشيا الحوثي أعدمت معلما تربويا أمام أسرته في إحدى نقاطها الأمنية بمحافظة البيضاء وسط اليمن وقالت مصادر محلية أن عناصر المليشيا الحوثية في نقطة عوين بمدرية الصومعة باشرت معلما من أبناء محافظة تعز بإطلاق النار عليه وقتلته بدم بارد أمام بناته بحسب المصادر فأن المليشيات تنفذ الإعدام الميداني بإحدى نقاطها بمنطقة عوين بمحافظة البيضاء وأضافت أن هذه الجريمة تضاف إلى جرائم سابقة ترتكبها نقاط المليشيا المنتشرة على طول الطريق العام بمحافظة البيضاء الرابطة بين المحافظات الشمالية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وبقية المحافظة الجنوبية والشرقية المحررة عقب إعلان المليشيات الحوثية في صنعاء موعد بدأ العام الدراسي الجديد سارعت بإصدار حزمة من القرارات والتعميمات التي تتعلق بالإقصاء والتهميش والتعسف في حق المعلمين والمعلمات ومنظفي الكادر التعليمي استكمالا لسيطرتها على العملية التعليمية وعنونا موقع الصح ونت مليشيا الحوثي تستقبل العام الدراسي بإقصاء العشرات من الكادر التعليمي وأكدت مصادر ترتبوية بصنعاه أن قيادة مليشيا الحوثية المسيطرة على التربية والتعليم أصدرت قرارات إقصاء وتهميش لمن تبقى من المعلمين في المؤسسات التعليمية بمناطق نفوذها ولفتت المصادر إلى أن إصدار المليشيا أوامر وتوجيهات أخرى وصفت بالجائر والتعسفية استهدفت معلمين ومعلمات ومديري مدارس ووكلة وتربويين رفضوا الضمام إلى المليشيا أو الاعتراف بأفكارها الطائفية السلالية وكشفت المصادر التربوية عن قيام الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي بإقصاء خمسة عشر مدير مدرسة وستين معلما ومعلمة من وظائفهم في عدد من مدارس أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب وطبقا للمصادر فقد أصدرت الجماعة الحوثي عددا من التعميمات الخاصة التي شددت فيها على منع غياب أي معلم أو معلمة رغم استمرار مصادرتها لمرتباتهم للعام الثالث على التواني عقدة كلوديوس في الميناء تحت هذا العنوان كتب سلمان الحميدي مقاله المشهور في موقع المنصر أولاين الانتقاص الذي يتعرض له اليمن محبط والنكال الذي يتعرض له اليمني أكثر إحباطا كل ذلك مدعاة لتقليب أوراق الماضي لنشعر بالفخر وسط انتقاص التافهين في أجواء يتسيدها غبار المعارك وروائح البارود على اليمني أن يصنع من استخفاف الآخرين محفزا لبناء بلده عقدة النقص كانت سببا في نهضة اليابان يقول مؤلف كتاب العرب من وجهة نظر يابانية يدلل كيف كانوا يعيشون وكيف جعلتهم حفلة الختام في الحرب العالمية الثانية يعيشون على عقدة النقص الساموراي يماثل القيل والتفوق الأمريكي يماثله تفوق الخليج وإن كان تفوقا ماليا ضالا الضربة التي تؤدي إلى مقتل ثلاثمائة يمني تواجب علينا استشعار عقدة النقص واستغلال ما يحدث للعمل والتطور بعد ليلة الغدر في عدن عندما سيطرت ميليشيا لانتقال المدعومة من الإمارات ظهر وزير الداخلية يتألم بكي برياء المكابرة الأليمة لم تقتصر على الميسري بل عمت نفسيات اليمنيين وضاعفت من ذلك عندما ضرب طيران الإمارات جنود الشرعية عندما أوشكوا على استعادة عدن تتضاعف التعاسة حين نجلبها من هذا التفوق التفوق الإماراتي وكأننا نرغم الملكة التبعية أن يبذل جهده ليكون مثل ضاحي خلفان استشعار عقدة النقص مهمة للخروج بأفكار تناوش رغاء وضائبهم المستعلية هم لا يئلون جهدا في تفكيك اليمن يغردون ويقصفون يفعلون ذلك ليس حبا في الجنوب ولا انتقاما من الشمال وإنما إحياء لمطامع قديمة تتحكم في من يرى نفسه كبيرا في المنطقة استشعرت شخصيا عقدة النقص كابرت وكان لابد أن أبحث عن كتاب يعيشني في أحداث العظمة الماضية لليمن السعيد وقع الاختيار على كتابي غريب اليمن وأنبياء التوراة تحت أشعة الشمس وسط مدينة تعز وقفت أمهات وزوجات معتقلين قتلتهم غارة للتحالف على سجن ذمار وعنونا موقع الحرف 28 أمهات المختطفين تطالب بلجنة دولية للتحقيق في غارات جوية استهدفت سجنا للأسرة في ذمار طالبت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة تعز بسرعة تكوين لجنة حقوقية دولية للتحقيق ومحاسبة مرتكبي جريمة قتل عشرات المختطفين والمخفين قصرا داخل سجن كلية المجتمع بذمار ونفذت الرابطة وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة وسط مدينة تعز للمطالبة بسرعة الإطلاق صراح جميع المختطفين والمخفين قصرا من جميع سجون ميليشيات الحوثي وقالت الرابطة في بيان لها نستنكر الصمت الحقوقي والدولي والإنساني تجاه هذه الجريمة اللا إنسانية ونطالب بسرعة تكوين لجنة حقوقية دولية للتحقيق أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة الخاضعة لسيطرة ميليشي الحوثي أن الجماعة أعلنت مؤخرا وكعادتها الحرب على منظمة أطباب لا حدود وغيرها من المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن وعنون موقع مأرب بريس انتهاكات حوثية تطال منظمات صحية أممية ومؤسسات دوائية محلية وكشف مصدر خاص عن منع الميليشيات دخول شحنة مساعدات طبية تابعة لمنظمة أطباب لا حدود الهولندية عبر مطار صنع قال إن جماعة الحوثي الانقلابية وجهت عبر وزير صحتها في حكومة الانقلاب غير المعترف بها طه المتوكل بإغلاق جميع مخازن الأدوية التابعة للمنظمة لأسباب لم تفصع عنها متجاوزة في ذلك كل التحذيرات الأممية الخاصة بها عرقلة دخول المساعدات الإغاثية سواء الغذائية أو الطبية المقدمة لملايين المحتاجين في اليمن وبدورها أكدت مصادر عاملة في المجال الإغاثي في اليمن هي الأخرى منع الميليشيات طائرة على متنها شحنة مساعدات دوائية تابعة لطباب لا حدود من إفراغ حملتها عقب أصولها مطار صنع بساعات ونقلت الصحيفة عن المصادر أن الميليشيات لم تفصح عن سبب منع إفراغ الطائرة لحمولتها مشيرة في أصدداته إلى قيام وزير الصحة بحكومة الانقلابيين بإصدار توجيهاته بإغلاق جميع المخازن الطبية الخاصة بالمنظمة بصنع ومصادرة محتوياتها ويحالة الموظفين للنيابة العامة التابعة للميليشيا مسارات التحول الديمقراطي هل العرب السثنى تحت هذا العنوان كتب حسام أبو حامد مقاله المشهور في العربي الجديد مضيفا هزت الانتفاضات أسس الاستبداد في عزاء من العالم العربي وقدمت في البداية بصيصا من الأمل في التغيير الديمقراطي الإقليمي إلى أن النزاعات الأهلية التي نشأت لاحقا عززت تابعة الصراع والتي تكاملت مع الصراعات الجيوسياسية الصراع العربي الإسرائيلي، الصراع العربي الإيراني وغيرهما في منطقة باتت تحوز وحدها حوالي خمس الصراعات في العالم التي أثرت وتؤثر سلبا على عملية التحول الديمقراطي فطالما استغلت الأنظمة الاستبدادية تلك الصراعات لتبرير حكمها وللتهرب من مسؤولياتها عن إخفاقاتها الوطنية والقومية متتالية حتى تسوية الحروب الأهلية في فترة ما قبل عام 2010 الجزائر، اليمن، لبنان، السودان فانتهت إلى البقاء على الأنظمة السياسية في البلدان التي مزقتها الحروب كما كانت قائمة واكتفت بتدوير رموزها أضعفت تلك الصراعات المجتمعات لصالح تكريس سلطة الدولة وقوضتها الأمنية بعد عام 2010 استجرت الانتفاضات في ظل تلك الصراعات تدخلاً إقليمياً ودولياً في الشؤون الداخلية استثمر لتحقيق أجندات خارجية أو لتثبيت الأنظمة التي زعزعتها الانتفاضات الدول التي خضعت للاستقطاب الناجم عن الصراع كانت أكثر تعثر وتم استبدال الصراع على السلطة بمطلب التغيير الديمقراطي سوريا واليمن وليبيا لسنا أمام ربيع متصل بقدر ما نحن أمام انتفاضات منفصلة لكنها تشابهت على الأقل حين كسرت الصورة رسوخ تلك الأنظمة الاستبدادية ووهم عصمتها وكشفت مدى هشاشتها فحاول من صمد منها إخفاء تلك الهشاشة ورأى مظاهر القوة والعنف غير المسبقين ضد المنتفضين صحيح أن معظم الانتفاضات أخفقت في الوصول إلى ضفة الديمقراطية وتعثرت في مساراتها وكانت نتائج بعضها كارثية لكن ذلك لا يبرر الإقرار بتلك الاستثنائية العربية المزعومة بمعناها السلبي ولا يدفعنا إلى القول بنهاية الربيع العربي لأصبح يوتيوبيا تعارض الواقع بالمثال وتلهم ملايين من الجماهير العربية هنا وهناك وسيبقى هذا الإلهام مستمرا في ظل استمرار الواقع الذي يعارضه مثل اليوتيوبية فيبدو أسوأ مما كان عليه قبل عام 2010 عام جديد وانقسام بدء الدراسة في اليمن كما ذكرت صحيفة العرب الجديد فلن يكون سير العملية التعليمية في اليمن سهلا في ظل الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد وانعدام الاستقرار والحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأهالي بعد تأجيل دام أسبوعا كاملا بسبب المواجهات المسلحة في العاصمة السياسية المؤقتة عدن وأبيا وشبوة يبدأ اليوم الأحد العام الدراسي الجديد وسط أجواء يشوبها القلق والخوف من إمكانية عودة المواجهات المسلحة مكتب التربية والتعليم في عدن أعلن إرجاء بدأ العام الدراسي الجديد لأسبوع واحد بعدما كان من المقرر انطلاقه في الأول من سبتمبر في حين بدأت العملية التعليمية في عدد من المحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية خلال الأسبوع الماضي عفاف ناصر من سكان مدينة عدن قالت إنه حتى اليوم لم نشتري المستلزمات المدرسية ولا نستطيع توفير المال لا سيما وأن الأسعار ارتفعت بشكل كبير جدا وأسواق عدن فارغة وتضيف لدي ثلاثة أطفال في المرحلة الأساسية والعدادية يحتاجون إلى حقائب وأدوات مدرسية وزيم مدرسي لكننا فشلنا في شرائها لعدم توفر المال فالحرب حدت من قدرتنا على التحرك للبحث عن الرزق العملية التعليمية بدأت في مدينة تعز المحررة والخاضعة للحكومة الشرعية في حين تتأخر المدارس الواقعة في المناطق الخاضعة على سيطرة الحوثين حتى منتصف سبتمبر الجاري حدث غير اعتيادي في فرنسا كما تقول صحيفة فرنسية أو تقول صحيفة لوفيقارو الفرنسية حيث أمت امرأتان صلاة مختلطة في باريس في حدث غير مسبوك للعبادة الإسلامية في فرنسا وأشار أحد صحفي وكالة فرنس بريس أن إيفان جنادين إحدى المرأتين قالت خلال خطبتها أمام أكثر من ستين شخصا في قاعة المستأجرة لهذه المناسبة هذه اللحظة مهمة لإسلام فرنسا خاصة وأن هذه الصلاة تجعل من الممكن ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في هذه العبادة الإسلامية في القاعة اختلط الرجال والنساء كانت المواعد باللغة الفرنسية تم ترجمة كل الصيغة العربية بشكل منهجي إلى الفرنسية وتضيف الصحيفة أيضا كانت بعض النساء يرتدين الحجاب والبعض الآخر لا يرتدين الحجاب وخاصة الإمامتين إحدهما كانت ترتدي تنورة طويلة والأخرى الجينز إيفان جنادين وأنسوفي كلاهما اعتنقتا الإسلام منذ عدة سنوات أردتا أن يترجم رؤيتهما للإسلام التقدمي والمستنير من خلال أعمال ملموسة أنسوفي رحبت بهذا الحدث قائلة بأنه اليوم مع هذه الصلاة الأولى يتحول الأمر إلى حقيقة واقعية أو واقعة ووفقا لهن فإنه على سبيل المثال لا يوجد نص في الدين الإسلامي يعارض إمامة النساء تهديب السياسة الدولية تحت هذا العنوان كتب سلام الكواكب مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد مضيفا صارت الصفاقة السياسية عملة غزيرة التداول دوليا بعد أن شهدت الساحة الغربية بروز زعماء من اليمين المتطرف لا يمنع أي سبب المسؤوليها من التفوه بالعبارات البذيئة عربيا وفي ظل شبه عدام كامل لممارسات الديمقراطية وللانتخابات الحرة برز زعماء عبر الكلام اللاذع واللسان الصليط كانور السادات ومحمد القذافي وصدام حسين وحازوا عبر هذا المستوى من التعبير شعبية لدى بعض العامة باعتبارهم لا يهربون من قول الحقيقة مهما كانت فجة وحديثا ساهمت وسائل التواصل في تعميم ذائقة شتائمية وما دون أخلاقية في التعبير عن أمور شتى ليست بالضرورة سياسية فحسب ومن جهة الإعلام التقليدي صار الكلام النابي عماد نجاح برامج تلفزون الواقع كما اعتمد بعض منشطي الحوارات السياسية المتلفزة على ثراء برامجهم بالتفي من التعبيرات وبالسفي من الكلمات للحصول على أكبر نسبة مشاهدة كما يدعون يتسلى بعضنا ربما بالاستماع لمفردات نابية أحيانا ولكننا ربما لا نستطيع غالبا أن نثمن مدى تأثير تعميم هذه الأساليب على الحوكمة السياسية وإحدى أهم النتائج السلبية لهذه اللغة إبعاد ناس كثيرين عن المجال العام نشاطا ونضالا والتزاما باعتباره مشهدا مذيئا لا يمكن إلا أن يصيب من ينخرط به بمبقاته اللفظية وبممارساته المنحرفة وصار العمل بالسياسة لدى بعض العامة منبوذا كما هو العمل في الفن لانتشار احتقادات متخلفة تعتبر من يزاولون الفن متحللين من أي روادع أو قيم في زمن صار فيه تعريف القيم منوطا بمن هم أبعد الناس عنها في الواقع صار مطلوبا أن تضيف كليات العلوم السياسية إلى مناهجها علمي الأخلاق والجمال لتبتعد بالسياسة بمفهومها النبيل نعم فلها هذا الجانب مهما شكك المشككون عن مستنقعات التعبيرات البذيئة والأمثلة القبيحة كشف مدير مكتب الرئيس السوداني عمر البشير في شهادته أمام المحكمة أن الرئيس السابق كان معه مفتاح غرفة في القصر الرئاسي فيها ملايين الدولارات ويعنون موقع البي بي سي في تقرير خاص بعنوان عمر البشير كان معه مفتاح غرفة في القصر الرئاسي بها ملايين الدولارات وقال ياسر بشير أن الرئيس السابق أعطاه مبلغا قيمته أكثر من عشرة ملايين يورو نقدا في الأشهر الأخيرة من حكمه ليوصلها إلى جهات مختلفة وتجري محاكمة البشير حاليا في الخرطوم بتهمة حيازات عملات أجنبية والفساد وعضاف مدير مكتب البشير السابق الذي شغل المنصب من سبتمبر أيلول عام 2018 أن الرئيس أعطاه مبلغ خمسة ملايين يورو ليوصلها إلى عبد الرحيم حمدان دوغلو نائب قائد ميليشيا قوات الدعم السريع ومن بين الأطراف التي تلقت مبالغ مالية وزارة الدفاع وعسكريون ومدنيون من أجل العلاج حسب بشير الذي قال إنه لا يعرف مصدر هذه الأموال ولم يكن إلا منفدا للأوامر قالت صحيفة ديلي تيليغراف في تقرير خاص إن الولايات المتحدة الأمريكية تحول حياة أحد موظفيها من موظف يحضر قهوة كوشنر صهر ترامب إلى مبعوث في الشرق الأوسط وقالت الصحيفة إن آفي بروكوفيتش الذي يبلغ من العمر ثلاثين عاما سيخلف جانسون جرينبلاد المحامي العقاري السابق لترامب بعد أن أعلن أنه سيتنحى عن منصبه كمبعوث للشرق الأوسط ويعمل بروكوفيتش الذي تخرج من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 2016 مساعدا لكبير مستشاري البيت الأبيض وصهر ترامب جاريد كوشنر بعد انضمامه إلى فريق حملة ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وتشير تقارير إلى عدم امتلاكه أي خبرة في السياسة الخارجية ونقلت الكاتبة عن المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض هوبك هيكس قولها إن واجبات بروكوفيتش الرئيسية هي الخدمات اللوجستية اليومية مثل إحضار القهوة وتنسيق الاجتماعات وبحسب المقال فستتركز مهامه على دعم خطة السلام الأمريكية بين الإسرائيليين والفلسطينيين في أوقات التوتر الشديدة وتشير الصحيفة إلى أن أحد أرباب العمل الذين عمل لديهم بروكوفيتش قال إن أداؤه لم يكن مثيرا للإعجاب ويحتاج إلى المساعدة للتعامل مع المهام البسيطة أما السلام في الشرق الأوسط فأنا متأكد من أنه سيبلي بلاء حسنا قالها متهكما تتساءل صحيفة القدس العربي في افتتاحيتها حول التحول أو تحويل المناضل إلى ديكتاتور وعنونت الافتتاحية عن رحيل موغابي لماذا يتحول أبطال التحرير إلى تغاة مع إعلان وفاة روبرت موغابي الرئيس المزمن المخلوع لزيمبابوي اخترت بعض الدول الأفريقية اللجوء لقاعدة أذكروا محاسن موتاكم فقامت بالتركيز على كونه مقاتل التحرير وبطل القضية الأفريقية ضد الاستعمار يمكن استيعاب اختيار الدول الأفريقية تذكر الحكمة السحيقة من تاريخ الزعيم الذي توفي عن 95 عام قضى قرابة أربعة عقود منها في السلطة فأغلب هذه الأنظمة ظهرت في سياق الصراع ضد الاستعمار والعنصرية وأغلب أنظمتها تستخدم سردية الاستعمار والنضال الضده للتغطية على أنظمة معطوبة تسودها أشكال الاستبداد والفساد والتحكم العسكري والأمني بالسلطة وتعتاش هذه الأنظمة على حكاية الاستعمار الذي انتهى قبل عقود طويلة لتبرير فشلها وسوء حوكمتها ومعاداتها للديمقراطية فهل يستحق موغابي أو صافا رجل الدولة المناضل من أجل الحرية كما قال رئيس كينيا ومنارة للنضال من أجل تحرير إفريقيا مقابل تجاهل أفعاله كطاغية أفقر بلاده وجعلها مزرعة خاصة له ولزوجته وأبنائه ومناصريه يتجاهل مؤمنو بطل الحرية أن موغابي حافظ على الحكم عبر عمليات عنف وتزوير انتخابي ضد معارضيه وطرد آلاف المزارعين البيضة من أراضيهم ليسلمها للمقربين من النظام ولأشخاص لا يفقهون في الزراعة مما أدى لأزمة اقتصادية كبرى لم تخرج البلاد منها حتى اليوم وقد تورطت زوجته الثانية جريس وهي أصغر منه بأربعين سنة في فضائح كبيرة داخل وخارج البلاد وفي ضوء السيطرة المطلقة بدأت الصعود لخلافته في رئاسة الدولة لقد تحولت زيمبابوي في عهد موغابي إلى دولة فاشلة منبوذة بل إن بطل النضال ضد العنصرية صار نموذجاً للعنصرية وصدرت عقوبات دولية ضده صحيفة الجاردين البريطانية نشرت صوراً قالت إنها الأفضل خلال هذا الأسبوع نتابع الصور ترجمة نانسي قنقر لكل إنسان الحق في التعبير وقول وجهة نظره هناك من يعبر بالكلمات وصور وهناك من يستخدم الفن لنقل ما يعتقد ومن بين الفنون الكريكاتير الذي أصبح أسلوباً لقول الكثير نتابع الصور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر